تنفيذنا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ ليفة بن زايد آلينهيان رئيس الدولة حافظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلينهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة اسمو الشيخ حمدان بن زايد آلينهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبموجب نداءات الإغاثة الدولية الواردة إليها تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مؤخرا سواحل غرب بيجيبان في المكسيك وتأثر به أكثر من ثلاثة ملايين شخص